عايزة بس الأول أعلق على حاجة حراكة قلت إيها إنه بتقولي حوار ده الموضوع ده بقى منتشر طبعا فأنا سبتك تكملي جميلتك شا نعرف يعني إيه بقى منتشر لأن تشوفي أشباه الرجال دول في المجتمع ليه بقى منتشر لأنه في عواز عند الإناث عوزين فيه آه عوزين وفيه احتياج لأنه بناء على الإحصائيات الإناث عددها أكبر من أعلى من الرجال ستة لواحد فعلا فما مش عارفة إيه الرشيو بالظبط إيه النسبة بالظبط وصلت لإيه ولكن ده واقع وفيه مراحل عمرية مختلفة فبالتالي العوز ده والإحتياج ده بيخلي فيه قلق عند البنت اللي عايزة تتجوز بشتة والعايزة تقول عارف إنهم ربا والسوء مستني فلا يجب ما يعمل كده مثلا فالوضع ده طبعا لو كمان البنت معداش حياة عملية ولو الأهل بيضغطوا إن هي لازم تتسطر فأنا بتكلم بقى بلغة الأهل لأنه أيها لأنه عشرين سنة دي إنه لازم تتسطر طبعا عايز لك عشرين سنة دي في الأرياف دي كارسن وكده دي عدة السن الطبيعي دي بقيت زي ما بيقولوا باللغة الدرجة بيرة أو بيقولوا بقى إن هو لقب أحسن مع الناسة لو اللقبين إحنا رفضينهم تماما في المجتمع لأنه بيوصلونا لنهاية أو نتيجة زي اللي إحنا متشوفة النهارة مثلا وأحيانا النتائج أسوأ كمان فالوضع بقى إنه كنت بتقولي أنا وفودي كانوا يتكلموا الأول على موضوع الحملة يعني أنا قبل ما أتجوز حد أتكلم معاه في موضوع الحملة طبعا لأنه في بعض الشركاء هي عايزة طفل واحد وعايزة أربعة هو اتعرض إنه حد إن إخواته توفى حاسس إن ده العزوة إنه الواحد ما دمنش الظروف اهتمامات يعني ما أخدش واحد مش عايز يخلف وأقولك إحنا أنا بقى كويسين مع بعض أنا هقنعه بالخلفة بعد الجواز أو ما أخدش واحد أنا عارف إنه مثلا فيه عيوب زي اللي ضيعت يعني نسبة كبيرة جدا من المجتمع ما لو أنا هقدر على إصلاحه لا حدش بيصلح حد ولا لهاو لا حدش بيصلح حد لأنه فيه جينات وفيه تربية وفيه أسلوب حياة وفيه إنه يعني إلا أنا متعود عليه غالبا هفضل أعمله لأنه هو ده اللي بيرايحني فحكاية إنه حد يغير حد وخاصة في أجندة حياته أب يحصل بس مش ده الكامن مش ده الشائع وبعدين اللي أهم بقى من ده إنه حتى لو فيه احتمالات للتغيير الاحتمالات للتغيير بتبقى أقوى وأعلى لما بتكلم في ده قبل الارتباط هم المفروض كانوا يتكلموا في ده وما تكلموش بس تصرفاته تدل على إيبار أنه هو كان واحد جاي يلعب أو جاي يتسلى واخد بنات الناس لعبها لا هو راجل جد هو راجل دخل واشترى وأسس بيت بس ألها من أول يوم وحب تشوته وحب تشوته يعني أنت جاي عشان تتبسط؟ لا هو عايز زوجة بدون أطفال لأنه هو عنده أطفال والأطفال دول هو سايبهم الأطفال دول هو مش مهتم بيهم إيه رأيك في الكتبة بتاعت الأطفال؟ لو واحدة دلوقتي كتبة كتبها واكتشفت أنه هو متجوز هي عارفة أنه قصدي كان متجوز بس اكتشفت أنه مراته خلعيته مش هو مطلق أو طلقها واكتشفت أنه عنده عيال مفروض بنعمل إيه؟ وكتبة زي دي بتختفر بنسامح فيها عادي؟ ما بني على باطل فهو باطل يعني إيه؟ هنعمل إيه؟ يعني الراجل ده أو الست دي عشان بس ما نعممش أنه هما الرجالة اللي بيعملوا كده حينما تبقى الست نعم أنا قصدي فيه كتبة بنسامح فيها وفيه كتبة ما بنسامحش فيها؟ أنا في رأيي أن كل الكذب ماينفعش نسامح فيه كل الكذب وهل نطلق والمجتمع يقول تطلقت وهي لسه كتبة كتبها؟ طب إزاي يا دكتور ردو؟ في اللحظة دي هي مش بس تطلقت ولا عنيست ولا لا ده هي دلوقتي مش عارفة تروح فين مش عارفة تروح فين وقت ما كتها تطلق كتها تلحق نفسها دلوقتي مش عارفة تروح فين بتقولك أهلي بيصرفوا ما بيدفعش جنيه هو نبقوش كمان قادرين يصرفوا هو مش سهل الراجل ده دماغه شغالة ولا بيعمل كده عن طيب خاطر ومش حاسبها إحنا لو بصينا على شخصية الراجل ده من حكاية فرح لأنه برضو أنا فرح في معلومات كتيرة قوي نفسي أسمعها منك ويمكن لو في وقت متاح كنت سألتك أسئلة زي أنت مذكرى إيه طموحك إيه إلا خلاكي تكملي معاه الفترة اللي أعطيها معاه لأنه لو هو وحش من أول يوم ما كانت ثابته ما كانت طفشت غير ده كله بقى ما هي ما كانتش عايزة تطفش أنا في حاجة وزي تريجر كده بالنسبة لي يعني إنا بعد الظن إثمي يعني حاجة لازم أتأكد منها بس أنا هسألك يا دكتور نفسي هو هي ما كانتش عارفة هي ممكن تحمل ولا لأ ولا هي كانت عاملها عشان هي عايزة يعني هي عايزة تعمل كده هي مش عارفة الأيام ومش عارفة الكلام ده كله ولا ده عن قصد ولا غير قصد أنا مش عارفة يعني سواء عن قصد أو غير قصد من الواضح من أول كلمة في طريقة حكي القصة أن يا فرح أنت كان نفسك تخلي فيه فبالتالي حتى لو مش بقصد يعني مع سبق الإصرار والترصد فيه يعني رغبة دفينة ويمكن الرغبة دفينة دي زي ما فرويد بيقول هي اللي تحكمت في القرار يعني هي كانت حسباها لا ما قدرش أقول كده لا ما لاستشفتي من الكلام ما إحنا عجيالنا طلاصم ما نحاول نفوق الشفرة العقل الباطن له دور خطير جدا بيسيطر علينا وبيقصر فينا وبيخلنا نمشي في الطريق اللي إحنا حطينه في دماغنا زي كده لما تبقى أنت مستتقلة على قلبك أن تروحي فرح أو تروحي زيارة وبعدين تقولي طب أنا هاخش هرايح شوية بعد الظهر وتلاقي نفسك صحيتي ساعة وحدة الصبح يو ده الفرح فتني رحيت علي نومة بالظبط آه خلاص بالظبط فهي إيه جواي أنا مكنش عادة أروح حصلت حاجة حققت لي هذا من غير ما أعمل فيها مجهول